السلام عليكم ورحمة وبركاته ده موجز سريع للمنظر وإليكم الأنباء بالتفصيل إن شاء الله بعد قليل الأجواء الهادية وليلة قمرية وبيت مضيء على شاطئ بحر أجمل اللحظات إن شاء الله لحظات ممتعة هنقضيها مع بعض نشوف بننشئ المنظر اللي قدامنا ده إزاي عنصر بعنصر وأهم المعلومات في منظرنا النعض اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا لا علم لنا يا ربنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم أهلا بكم يا رب تكونوا دايما نبدأ بتخطيط المنظر بتاعنا والآن هننشئ البيت بتاعنا بخطوط بعدية يمين وخطوط بعدية شمال وخطوط رأسية اللي إحنا هنبدأ ده بيه ده الخطوط البعدية اليمين انظر كل الخطوط اللي في البيت اللي راحة مميّلة اليمين راحة على نقطة واحدة اللي أنا شاورت علىها في البداية كل الخطوط راحة على نفس النقطة دي هكذا الخطوط اللي فوج اللي تحت كلها تروح على اليمين في نقطة واحدة بعدية يمين علشان نخلصها ونرجع نعمل الخطوط البعدية الشمال نبطأ الكاميرا تاني وقادي الخطوط البعدية الشمال كلها هتروح على نقطة واحدة برضو في خيالنا ملتقي يعني الخط ده التقى مع خط الأفق في نقطة كل الخطوط البعدية الشمال هتروح على نفس النقطة علشان نخلصها ونبدأ نروح للخطوط الرأسية ادى الخطوط الرأسية كل الخطوط الرأسية العمودية بتوازي بعضها زي ما خدنا في درس الخطوط جبل كده خطوط بعضية يمين خطوط بعضية شمال خطوط رأسية خطوط أفقية كل الخطوط الأفقية كلها هتوازي بعضها زي ما احنا شايفين علشان ننتهي من الخطوط جزد الرأسية علشان ننتهي من الخطوط الرأسية ونبدأ نروح للخطوط العشوائية اللي هي بننشي بها قطعة الجبل او قطعة الصخور اللي البيت مبني عليه دي خطوط عشوائية لا يتحكم فيها الا النسبة والتناسب فقط زي ما درسنا مع بعض جبل كده علشان بعد كده ننتقل لحشو الالوان المساحات اللي احنا حددناها نبدأ نملاها بالالوان مساحة السماء ضربنا اللون بتاعنا رصاصي عاطل الموف لان المنظر هيكون ليلي ايضا هنملى المساحة دي كلها بنفس اللون زي ما احنا شايفين بدون اي ملامح علشان ندرب لون تاني فيه الزرقة شوية وندي مساحة المية ايضا بدون ملامح وننتظر حتى تجيب في الالوان وبعد كده نحط الملامح اللي هي الاضاءة والزل بنعمل لون مئعات للبون شوية عشان ندي المنطقة السخرية او السخور اللي تحت البيت اللي معانا النهاردة لون مبدأي للسخور ايضا اهو بنخليه على البون شوية ونملأ المساحات اللي احنا حديدناها اللي هي السخور وهنسيب بعض الاماكن الفاضية بين المساحات دي هيكون فيها خضرة ونباتات مختلفة هتتعامل بطريقة رائعة خليكم معايا طبعا سيبنا السخور برضو باللون المبدئي ما حطناش ملامح علشان ندرب اللون البرتقالي ده كأنه الاضاءة اللي في البيت ونملأ كل النوافذ باللون المضيء اللون البرتقالي ولاحظ ان انا عامل جدام البيت جدام الباب المضيء باللون البرتقالي ولما بعت عملت باللون الرصاصي وده ميتون في بعض كأن الباب منور جدام البيت النور اللي في البيت من جوة عامل ضيء على البلط من تحت وهيعمل نفس الضيء في السكف من فوج وفي الاماكن القريبة على الجدران علشان يظهر الاخر كأنه مضيء ومشع بالفعل بطريقة رائعة خليكم معايا واحدة واحدة ونشوف ازاي بننشئ هذه الملامح بدأنا ندي لون للحوائض تاعة البيت لون رصاصي ولكن واخد البنفسيجي اللي فيه الحمار ده هيكون في وش الإضاءة في وش القمر قريب من إضاءة القمر وهنعمل اليد التاني غامج شوية وجوة الباب داخل البيت عاملين بعض الإضاءات الغامجة والإضاءات الفتحة بالأصفر والبرتقالي كأنها أشياء دي هو البيت وده اللي هنشوفه الآخر هيدينا اللي احنا عايزينه اللي احنا نتكلم فيه كأنها أشياء داخل البيت ادينا الجانب التاني باللون الأغمج شوية وطحت البلكونة ادينا لون أغمج وهنبدأ نعمل حلوك الأبواب وحلوك الشبابيك بلون غامج شوية المجسم بتاع الحلق نفسه قبل ما ندي الشباك نفسه باللون البني تابع ولاحظ وشوف معي وكالعادة بنعمل جسور ظل بين كل الأشياء وبعضها ولكن جسور ظل مناسبة لدرجات الألوان علشان بعد كده نعمل السكف وكأنه وقعت عليه الإضاءة برضو الإضاءة عملت ضي الإضاءة بتاعت الشبابيك عملت ضي على السكف وروحنا للسماء بعد كده عشان ندي ملامحها شفت الإضاءة أنا جيب ضي من تحت وأنا طالع لفوج واحدة واحدة البؤرة لما شدت معي الألوان لما شدت معي بدأت تمتزج بطريقة سهلة وثالثة ورائعة وأنا أضي مكان القمر واحدة واحدة بحط إضاءة وبوزع يمين وشمال بشكل دائري وكأن القمر مضي في هذه الأماكن علشان بعد كده هندي مجموعة من السحب المتأثرة بضوء القمر طبعا في البؤرة المضيقة دي هنحط القمر الآخر بطريقة جميلة هنزود القمر إضاءة واحدة واحدة زي ما نشوف مع بعض وأدي السحب أهي بند الظلالها الأول بننشئ الظلال بتاعتها علشان نضع الضوء قريب من القمر اللي هو مصدر الضوء أعملنا القمر زي ما شوفنا ولسه هزود عليه إضاءة مستني لما الألوان تجف شوية وهزود الضوء قريب من القمر إضاءته جدا وبدأت أعمل ملامح السحاب الأطراف اللي هي طالها القمر بنعملها مبدئية نهوت وهنسيب السحاب ونبدأ نشتغل في عنصر تاني والآخر هنرجع للسحاب ده ندمج فيه الإضاءة واحدة واحدة بطريقة رائعة ونهدي اللون الظل بتاع السحاب لأنه خد من الخضار شوية فأنا هعدله لكن بعد ما يجف بشوية هنعدله وهنرجع له وهيكون رائع نشتغل في ملامح البحر وملامح الماء نفسها زي ما قلنا بنتنقل بين العناصر بند كل عنصر مجموعة من الملامح ونسيبه ونرجع نرجع له بعد شوية تاني نظهر الملامح أكتر وأكتر لحد ما يعني الشكل يرضينا ويكون فيه واقعية ومصدقية تلاحظ معايا وأنا بدي اهتزازات المية كل ما بروح بعيد كل ما بهدي اللون شوية يعني ما بخلهوش فاتح كل ما بروح بعيد كل ما بهدي اللون شيئا فشيئا لكن في خط الأفق في البحر هفتح خالص تحت القمر وكأن ضي القمر انعكس على المية تحت وهزود الإضاءة اللي احنا بنعملها دي أكتر وأكتر واحدة واحدة لحد ما تبان كأنها مزغللة في عينينا فعلا في المية يعني ولكن لازم تبدأ واحدة واحدة بلون مش فاتح جوي مش أبيض جوي وبعد كده نحط عليه بالأبيض خالص زي ما احنا شايفين فيبان لامع بالفعل وده السحاب رجعنا له تاني ندي بعض الملامح فيه وطبعا هنرجع للسحاب تاني نبدأ ندي بعض الملامح في البيت جسر ظل بين البلاط اللي جدام البيت وبين السخور تحت وجسر ظل بين البلاط والحتة المرتفعة الكنار اللي محيط بالبيت وهكذا ندي الملامح ملامح يعني ضوء وظل ندي جسور ظل وبعد كده جسور ضوء ونوزع من هنا لهنا وهنا لهنا وجدام البيت بكرسي يعني باين من بعيد كده بسرعة وهيكون وراه زي قصرية زرع هيطلع فيها الزرع الآخر بطريقة رائعة واحنا مع بعض في الدقائق المقبلة ان شاء الله وحتى جدران البيت ده لسا هنحط عليه ضربات عرضية كده كأنها الحجارة هتبدو واقعية جدا ورائعة جدا والان احنا بندي الشبابيك والابواب بتاعة البيت باللون البني بنحددها وطبعا انا باخد يعني زي عصايا مساعدة كده علشان ادي الخطوط الرأسية دي بشكل يعني منظم بقدر الامكان يعني وبحط ملامح الباب باب البيت الكبير ده اللي فاتح على المنصة الرائعة اللي هي على البحر دي عملنا الاضاءة طبعا زي ما شفنا الاول قبل ما ندي ملامح الابواب باللون البني خلصنا من الاضاءة اللي جوه ولكن الاضاءة اللي جوه دي هنزودها اضاءة جدا يعني كأن فيه مصابيح جوه جيدة فالمكان اللي فيه المصباح هنخلي فيه اضاءة عالية جدا ولكن الاخر مع بعض ساعة ما تيجي لحظة وضع الاضواء هفكركم ان شاء الله فهتبدو كأنها مضيئة بالفعل ندي مجسم الحلوق قبل ما ندي الابواب الشبابيك نفسها مجسم الحلق نفسه اللي هو بيديك العمق للشباك كأنه داخل لجوه علشان بعد كده ندي بالبني الجسم الشباك نفسه مخير اشتركوا في الحالة موسيقى 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 ولاحظ معايا ونبدل أضواء المنعكسة على الأماكن القريبة من مصدر الضوء أضواء منعكسة على الأرض أضواء منعكسة حتى على العمود الجانب ده أهو حط عليه الإضاءة نفس الحرارة برضو وهكذا كل الأشياء القريبة بينعكس عليها الإضاءة وشوف هندد الضوء إزاي الضوء اللي احنا كنا بتكلم عنه مصادر الضوء المصابيح المنيرة المضيئة وهنوزع الإضاءة دي يمين وشمال هكذا بشكل أشعة كده وكأنها فعلا إضاءة متوهجة داخل الحجرات من جوة وداخل رسيبشن بتاع المكان الداخلي وبدي ضربات رأسية كده تحت كأنها إيه الإضاءة في البلط وكأن البلط ده يعني شفاف وكأنه زي المراية كده شافف الأشياء اللي فوج حتى تحت الباب نفسه عامل ضيل تحت كده فيديك إحساس إن ده بلط نظيف جدا لدرجة إنه شافف الأشياء من فوجه وكأنه لامع ونبدأ في قصة النباتات بندي لون مبدأ للنباتات باللون الزيت زي ما إحنا شايفين علشان بعد كده نضرب على الألوان الغمجة دي والزلال دي بألوان فتحة مناسبة للنباتات بأشكالها في نباتات واخدر الخضار اللي هو فيه البياض ده وطبعا في نباتات واخدر الخضار اللي فيه اللون الزيتي والأخدر الفاتح وزي ما إحنا شايفين بنضي أطراف النباتات اللي هي اليمن القمر كأن ضوء القمر منعكس عليها وهكذا شف التلوينة مع إنها كلها أخدرات ولكن أخدرات بدرجات لأن النباتات بالفعل الحقية فيه نباتات فيها الأخدر الفاتح الباهت فيه نباتات فيها الأخدر اللي فيه الزرقة والأخدر اللي فيه الزيتي وهكذا علشان تديك المصدقية والتنوع النباتي اللي موجود قدام البيت أو الفيلا أو الشليه اللي احنا بنعمله هكذا نضعج اللون المبداي لون غامج زيتي غامج علشان هنرجع نحط عليه بالإضاءة لون فاتح شوف معايا النبتة اللي أنا أنشأتها دي وإزاي هنعملها وإزاي هتبدو رائعة من خلال الضوء والظل عملت أنا الظل هجرب الكاميرا تاني عشان نشوفه احنا بنحط الضوء هكذا والنبتة الخضار بتاعها باهت مبيض كده فيه نباتات بالشكل ده وفيه نباتات اللي هي الأوراق بتاعتها كأنها خيوط أوراق طويلة هكذا كأنها حطبة أو يعني فيه أشكال بالشكل ده في الحقيقة وإحنا يعني بنعمل الأشكال دي علشان نصل إلى حد كابير للمصدقين وحتى ملامح الشجرة القريبة بنديها هو بعد ما دينا الزيت الغامج بندي الأخضر الفاتح ده قريب جدا مننا ولزيك الأخضر حاضر باين وحتى الأباليك اللي موجودة الفوانيس اللي على الجدار البيت اللي احنا بجعمله مضيئة هو بنطلع الإضاءة والأشعة والآخر هنعمل الأباليك نفسه بلون غامج شوية هنشوف مع بعض ولكن أنا بدي الإضاءة الأول دايما أدي الإضاءة الأول وبعد كده أدي المصبح هكذا حطيت الأباليك كأنها مضيئة وشفت الفازة الكبيرة دي أو الجسرية الكبيرة دي وبنضيء في أطراف النباتات اللي هي اليمن الإضاءة كأن الإضاءة منوارة عن النباتات ونزود إضاءة برضو على البلاط من تحت عاكس الإضاءة لفوج فيديك فعلا كأنها كأنه بلاط آآ لامع وآد السحاب بنرجع له تاني نزبط فيه شوية وندار اللون اللي إحنا كنا جون له هندريه اللي هو عاطل الخضار شوية هندي اللون بتاع السحاب ونرجع ندمجه تاني لآخر ولكن إحنا بندي اللون مبدائيا وبعد كده نرجع ندمجه وحدة وحدة ونزود الإضاءة بتاعة السحاب تاني وهنزود الإضاءة بتاعة القمر تاني لاحظ معايا وشوف بنحط إضاءاتنا إزاي وإزاي نسياحها ولو بيدينا كده بعد ما نحط الإضاءة بالفرشة الصغيرة اللي معنادي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولاحظ معايا وشوف وأنا بطلع بعض النباتات المتسلقة على العمود علشان تطلع فوق السطح وتنزل بعض النباتات بأوراقها وإزاي هنحط إضاءة الأوراق وإزاي هنحط اللون الغامج المبدائي وبعد كده نفتح عليه باللون الأخضر لأفتح شوية ثم بعد ذلك نجيب لون أفتح خالص ونحط على أطراف هسيبكم تلاحظوا وتشوفوا إزاي بنحط التدريج ده وهجرب لكم الكاميرا جدا عشان تلاحظوا وتشوفوا إزاي بندي إضاءة الأوراق الصغيرة دي والأوراق المتسلقة دي والآن هندي ضربات عرضية كده كأنها الطوب اللي مبني به البيت هكذا ولكن نحافظ على الإضاءة نسيبها مضيئة ونضرب حواليها وبعض الأماكن اللي يجي يعني بام فيها بعض قوالب الطوب يعني وكل البيت هياخد بنفس الطريقة دي شفت بدا رائع وواقع إزاي بعد بخدت ضربات الطوب وشوف معايا ونبد الظلال الظلال بتاعت النباتات على العمود شفت الظل العود المتسلق ده على العمود ده عشان يبان كأنه مرتفع يبان مجسم يبان واقعي هكذا وبعد ما ادينا لون الزيتي للنباتات المتسلقة دي ادينا لون أفتح شوي أخضر أخضر باين أخضر زرعي جميل كأنها عينبة مثلا متسلقة آآ آآ علشان بعد كده هنضرب بضربات فتحة جدا ليم القمر كأن القمر مضيء في أطراف هذه الأوراق فبين متلقلعة مع إضاءة القمر بشكل رائع وملفت ما شاء الله ورقوة إلا بالله زي ما احنا شايفين كده علشان بذلك يعني نكون وصلنا لنهاية رحلتنا مع بعض وتنتهي القصة بتاعت النهاردة بهذه الضربات البسيطة أتمنى من الله عز وجل أن احنا نكون استمتاعنا مع بعض واستفدنا مع بعض هذه الدقائق المعدودة ويعني إلى أن نلتقي ومنظر جديد ورحلة جديدة وأجواء جديدة وأفكار جديدة لكم مني أطيب المنا وأسمى الدعوات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته